توقع النجاح الكبير طيب وأمير ما شاء الله أنتوا النقاط تكلموا عنه حل والفنانين اللي جم زمايلهم برضو يعني ممكن يبقى فيش وقت غيرة بزي ما حصلت كلموا عنه حلو الناس كلها فرحانة بالتجربة دي يا أستاذ ياسر وكل ما هو عم حنم الفناني يقول لي إيه كانت يرفع أستاذ ياسر يكلمني وده صاحبي وحبيبي يقول لي يلا بينا نعمل المشروع ده وأقول له لا أه فعلا الحمد لله رب العالمي أنا فتحت قنوات أول ما جيت مع كل الزملة وكل الفنانين والكوميديان المصريين كلهم وهم دفعتي وأصدقائي وحبيبي كلهم وكلهم حب وجودي وقالوا لي إحنا هنعمل مسرح وإنت هتشجعنا أن إحنا نعمل مسرح معك في مسرح الدولة لأن برضو أنا بقول لهم من الأساس هو أنت لازم يبقى الكرسي اللي عاد قدامك بألف جنيه وقال له فعلا ده القطاع الأكبر بقى أنت رايح له فلما تعمله هو ده الشعب هو ده الشعب وده اللي احنا عايزينه وفي وسط البلد طيب حضرتك دلوقتي كمان عايزة أعرف منك حاجة مهمة قوي طيب وأمير عمل نجاح كبير خاص كده تطمننا على المصرح يا دي الحمد لله الحمد لله في مشاريع جاية آآ بيتجهزوها في في أنا احنا هنفتح على كل أشكال الكوميديا يعني من الأساس لما بحط خطة بلان كبير أن احنا هنعمل كل الكوميديا دي أصلها يعني للأسف يعني الناس بتتعامل معها لأنها مرتبة أخرى من يعني تانية من يعني التراجيديا والدراما ده دي أصعب حاجة غير إن هي أصعب دي دي أجمل حاجة ده الكوميديا دي نعمة كبيرة وسواب كبير جدا أن تخلص البهجة والسرور على قلوب الناس دي وده الهدف الرئيسي بتاعنا بمحتوى راقي دون إسفاف ودون ابتزال محدش كل أفراد الأسرة كل أفراد الأسرة يقعد معي ساعتين ورص ونتعلم حاجة يعني هو في رسالة برضو من طيب وأمير طبعا ورسالة جميلة وهو فن الفوتفيل الجميل بتاع بديه خيري مع حفظ الألقاب وأستاذنا الكبير الأستاذ الرحاني إيه اللي جاي؟ اللي جاي إن شاء الله أنا عندي مسرحية الألوان أكت آآ مسرحية جديدة إن شاء الله هتقدم على المسرح العام هقدم إن شاء الله بإذنك يا رب كل الألوان الكوميديية يعني هيبقى عندي الديو الدراما الكوميدي هيبقى عندي المونو دراما الكوميدي هيبقى عندي الستاندب كوميدي أصبح لون من ألوان الكوميديا الشباب بتحبه الشباب بتحبه ولكن هو لا يسلح سيزون هو بتاع إفنتات يعني بتاع أيام داخل الشهر أحد بيفهم في الموضوع ربنا يا سعيد ربنا يا كريم بس فإحنا فهيكون في عندنا ستاندب كوميدي هيكون عندنا في المسرح العائم قريب إن شاء الله وفيه السالون الكوميدي إحنا محتاجين نرجعه دي حاجة برضو يعني كانت موجودة ونرجعها تاني أنا بحلم بحاجة اسمها استواط الكوميديا وهم كتير وزرافاء كتير في موجودة إحنا شعب جميل وظريف